بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداد السلام عليك يا رسول الله نحن سنجلس بين دي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لنشرب من شهد كلامه صلى الله عليه وسلم ونجلب صائرنا بأنوار هدايته صلى الله عليه وسلم نريد أن نجلس هذا الوقت الذي سنجلسه ونحن نهطر قلوبنا بسماع حديثه صلى الله عليه وسلم ولذيذ خطابه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم أننا أرضى أن نتكلم عن حديث من أجل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نحاول نقرأه بقراءة تنور قلوبنا حديثنا أن نقرأه مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم النهاردة حديث عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعوذ حسنا وحسينا يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة وكان يقول كان إبراهيم أبي يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق هذا الحديث من أجل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتاد الناس أنهما لما يقرأوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يقرأوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم عارفين أن الحديث ده يتعلق بمجال التربية وشوية هم شايفين أنه وهم بيتكلموا عن مجال التربية وإن الحديث ده بيتعلق بالأولاد لكن الحديث هنا بيتعلق بمعنى حضاري وقيم حضارية ووعي في التعامل مع ققية أولادنا وحمايتهم من الحسد والعين فصلى الله عليه وسلم هنا بيعلمنا قيمة مهمة جدا وهي قيمة الرعاية للأولاد وحمايتهم حمايتهم مش بس من أصحاب الشرور من بني آدم لكن حمايتهم حتى مما يصلهم من عالم الغيب من الشيطان ووسواس والجن وعيون الناس فبيقول سيدنا عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوز سيدنا الحسنة وسيدنا الحسين عليهما السلام زي ما كان سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام يعوز سيدنا إسماعيل وسيدنا إسحاق عليهما السلام فده أدب من أداب اللي علم عنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة لازم نعيش مع أولادنا بس أنا دايما ما بتوقفش أن الحديث رسول الله عليه وسلم وهو بيعلمنا بس أن احنا نستعيذ بمعنى أن احنا نعيز أولادنا بمعنى أن احنا نحاول أن ندفع عنهم الضر بغير أن نعلمهم قيمة مهمة جدا جدا هذا الحديث وعلمنا قيمة مهمة جدا هو قيمة أن نستودع أولادنا في أمان الله يعني إيه أن نستودع أولادنا في أمان الله تعالوا نهدأ حضرت النبي كان صلى الله عليه وسلم يقول أعيذكما بكلمات الله التامة كلمات الله التامة كلمات زي لا إله إلا الله خير ما قلته أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله زي الكلمات الخفيفة زي سبحان الله والحمد لله زي الكلمات التي تملأ حياتنا بالمعنى زي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم زي بسم الله الذي لا يضر ما يسميه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العلي زي إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحي كل الكلمات اللي فيها توحيد الله وأن الحياة بيد الله وأن العيش يكون مع الله سواء كان بقى معنى الكلمات التامة إن هي تمت الفضل أو تمت البركة لأنها تمضي معنا وتستمر أثرها في حياتنا ولا يردها شيء البتة في كلمة كاملة لا يدخلها نقص ولا عيب كما يدخل كلام الناس لأنها كلمات الله هذا المعنى مهم في فهم معنى كلمات الله لأن لما بعض أفكر في معنى كلمات الله يكاد يطيش عقل الإنسان لأن ربنا سبحانه وتعالى لما حب يصور لنا حجم الكلمات دي ضرب لنا هذا المثل سبحانه وتعالى وهو يكلمنا عن كلماته فيقول سبحانه وتعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا تخيل دي كلمات الله فتخيل لو كان كلمات الله كمان موصوفة بأنها كلمات الله التامة فأنت بتتكلم عن شيء عظيم ترجمة نانسي قنقر